يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من بني إسرائيل أحدهم أبرص يعاني من مرض جلدي والثاني أعمى والثالث أقرع لا ينبت الشعر في رأسه مرحبا بك يا عزرى يا سيد شمعون جئت إليك راجع المصاهرة لأتزوج إحدى ابنتيك ماذا لديك من المال؟ ليس لدي مال أدخره ولكنني قوي البنيان وأعمل أجير عند من يطلبني انظري إلى هذا الأقرع الذي يريد الزواج بواحدة منه ليس أقرع فحسب وإنما أيضا فقير لحظة سأسأل الفتاتين تفضل يا سيدي تفضل تسألنا عن ماذا يا أبي لم يبقى غير هذا الأقرع ليتقدم إلينا إلى هذا الحد تريد أن تتخلص منا أقرع اخفض صوتكما يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون السلام عليكم يا سيد ليشان ماذا تريد أيها الأبرص؟ إن لي اسما يناديني الناس به وهو ميخا فلماذا تناديني بمرضي؟ لأنك أبرص وأخشى أن تعديني إن مرضي لا ينتقل برد السلام اختصر الكلام فأمامي عمل كثير سمعت أنك تحتاج إلى مساعد يعاونك في بيت العطور طلبك مرفوض أيها الأبرص لماذا؟ إنني مجتهد ومخلص هل جننت؟ إنني أبيع العطور العطور فمن يشتري مني إذا كان مساعدي أبرص تؤذي رؤيته الناس؟ هيا ابتعد عني هيا الأرزاق بالله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أيها الناس ألا يوجد من يدلني إلى طريق السوق؟ انظري يا اليورا إنه أعشر الأعمى أنت تعرفين اسمي يا باتية فلماذا تنادينني بالأعمى؟ ما هذا اليوم العجيب يبدأ بأقرى وينتهي بأعمى هيا انضي عني واتركاني أبحث عن شخص يدلني إلى طريق السوق سقطت في الوحل يا أعمى شكرا لكم على هذه المساعدة أنا الذي مددت لك يدي وجلبتك من الماء لا أدري كيف أكافئك الأمر بسيط أعطني نقودك لا أملك شيئا للأسف أتعرف أن الذي مد إليك يده أبرص لقد أذاك بالمساعدة ما الذي يضحكك إلى هذا الحد يا أقرى؟ أقرع وأبرص وأعمى؟ إذن الحال من بعضي ألست ما جائعين؟ آه إنني أتدور جوعا إنني أشم رائحة التمر شيء طبيعي فنحن نجلس تحت نخلة أيها الأعمى إذن ليتسلق أحدكم النخلة ويلقي إلينا بالتمر وسنحفظ له نصيبه ولماذا لا تتسلقها أنت؟ إنني أعمى لا أرى موضع قدمي وأنا أبرص كيف أمسك التمر بيدي؟ وأنا أقرع وأخشى على رأسي من أشعة الشمس حجة فارغة يجب أن نتعاون معا وإلا هلكنا جوعا صدقاني لماذا لا يرد علي أحد؟ آه ليتني أجد عملا ولكن من يقبل أن يستعين برجل مريض مثلي؟ وبعث الله ملكا من السماء إلى الرجل الأبرص ما ما هذا الضوء المبهر؟ طمأنه الملك الكريم وقال له أي شيء أحب إليك؟ أحب الأشياء إلي؟ آه لون حسن وجلد حسن ويذهب عني ذلك المرض مسح الملك الكريم جلد الرجل فشفي من المرض وذهب عنه البرص هل هذه يدي؟ وهذا جلدي حقا؟ الحمد لله قال الملك أي المال أحب إليك؟ إنني أحب الإبل ولكن من أين لي بها؟ أين ذهبت يا سيدي؟ إنها ناقة الناقة التي تمنيتها يا كرم الله قال الملك بارك الله لك فيها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وذهب الملك الكريم إلى الأقرع أرجوك أن لا تؤذيني وإن كنت أظن أن ذلك النور والبهاء لا يأتي إلا بكل خير وقال له أي شيء أحب إليك؟ شعر حسن ويذهب عني ذلك القرع الذي جعل الناس يهزؤون به ما هذا الذي ألمسه بيدي؟ من هذا الشاب الجميل؟ هو أنا شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب قال له الملك فأي المال أحب إليك؟ البقر البقر يساعدني في فلاحة الأرض ويطعم صاحبه ويسقيه كيف جاءت هذه البقرة إلى هنا؟ قال الملك قبل أن ينصرف بارك الله لك فيها ما هذا الريح الطيب؟ هل عادت إفرات؟ أم أن في كوخ المتواضع ملك من السماء؟ أعاد الملك على الأعمى نفس السؤال أي شيء أحب إليك؟ أن يرد الله إلي بصري فأرى الناس من حولي لماذا تمسح بيدك على عيني يا سيدي؟ آه آه إنني أرى إنني أرى ها هو المرعة ها هي السماء ها هي السماء التي طالما تخيلتها لا لا إنها أجمل من الخيال سبحان من هذا خلقه وسأل أي المال أحب إليك؟ الغنم لكم وددت أن أكون راعي لل ها سبحان الله الحمد لله على ما أعطى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أخذ كل واحد من الثلاثة عطاء الله ومضى في طريقه وتحقق الدعوة الملك الكريم بالبركة في الرزق لماذا تأخر عزرة عن الظهور؟ أشهر بالضمأ الشديد عفواً أيتها السيدات فالبقرة والدت اليوم وهي تحتاج إلى إرضاع وليدها بارك الله لك انظري إلى شعره الحريري الذي يتطير مع النسيم لنذهب إلى ميخة فلبن الإبل أفضل وألاز من لبن البقر لقد أحضرت لك يا سيد ميخة أفضل أنواع العطور وأغلاها أخشى أن تؤذي جلد هذه العطور الرديئة لا يا سيدي أقسم لك أنها مستخرجة من أفضل أنواع الزهور وأجملها رائحة لا حاجة لي بها إذن خذها هدية هدية؟ وما مصلحتك في هذا؟ إذا عرف الناس أن سيد ميخة صاحب أجمل وجه يستخدم عطوري لتهافت على شرائها إذن سأقبلها يشرفني يا سيدي أن أطلب الزواج بابنتك الطيبة إفرات يا ولدي أنت تملك واديا من الغنم ونحن فقراء لا نملك شيئا على كل حال يجب أن أسأل الفتاة عن رأيها وهل لي رأي بعدك يا أبي؟ هذا الخجل دليل القبول بارك الله لكما وأبعد عنكما وساوس الشيطان أخيرا رأيت وجهك الجميل وستصبحين زوجة لي يا إفرات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وعاش الثلاثة في نعمة عظيمة ثم جاء وقت الامتحان أتى الملك الكريم في صورة رجل أبرص فقير انتظر يا من تطرق الباب لست واقفا خلفه والقصر كبير السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام نعم ماذا تريد؟ أنا رجل مسكين وانقطع بي الحال في سفري فلا نجات لي اليوم إلا بالله ثم بك اختصر أرجوك ما طلباتك؟ أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتعيش به في سفري ناقة كاملة يا للجرأة هل جننت؟ هيا اذهب كأني أعرفك أنت أيها الفقير تعرفني كيف؟ ألم تكن أبرص يستقزرك الناس فقيرا فأعطاك الله بالطبع لا إنما ورثت هذا المال أبا عن جد إن كنت كاذبا أدعو الله أن يعيدك إلى ما كنت عليه أين القصر؟ وأين وادي الإبل؟ أنت أيها الأقرع ماذا تريد يا هذا؟ ألا تعرفني؟ أنا السيد ميخة أغنى الأغنياء بل كنت أغنى منك بواد البقر قبل أن يضيع كل شيء في لحظة هل أنت صاحبي عزراء؟ ولكن أين شعرك؟ جاءني رجل أقرع يسألني حسنة ولكنني رفضت أن أعطيه الذي جاءني كان أبرص آه هذه صورتنا القديمة التي نسيناها وتنكرنا لها من قال أنني كنت أبرص؟ ههه انظر إلى يديك يا إلهي ما هذا الجلد القبيح؟ أقبح منه قلبك أيها البخيل لم يعد إلا هذا الأقرع ليسخر مني لولا خشيتي من أن ألمس جلدك لضربتك حتى الموت ألم يرى أحدكم زوجي عزراء؟ زوجك عزراء؟ آه نعم إن له علامة مميزة شعر كالحرير هيا يا أختي نبحث عن زوجينا في مكان آخر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لتسألن عما كنتم تفترون وجاء الملك الكريم إلى الثالث في صورة رجل أعمى احذر أن تسقط في النهر يا سيدي رجل مسكين وابن سبيل كلنا مساكين وأبناء سبيل يا عماه لا تتعجب كنت أعمى مثلك أستحلفك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة تعينني في سفري المال مال الله خد ما شئت ودع ما شئت فوالله لم أمنع عنك شيئا أخذته من الله أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك ما يفتح الله للناس من رحبة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق عير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة كان رجل يعيش مع ابنته في بيت له حديقة تفضل يا حج سعيد ألا تقولين يا أبتاه أبدا مثل كل البنات أولا لأنك منذ أنعم الله عليك بحج بيته الحرام وأنت تحب لقب الحاج هذا صحيح وثانيا ثانيا أحب اسمك يا أبي وأجد راحة وفرحة عندما أردده بارك الله فيك يا نجلة وأنعم عليك بالزوج الصالح الذي يقدر صفاتك الطيبة كل ما يأتي به الله خير يا أبي هيا قل بالهناء والشفاء أريده أن أحدثك في أمر مهم إنني أحتاج في تجارتي إلى مبلغ كبير من المال وهناك دين يجب أن أرده في موعده باهز البيت الكبير إذا يا أبي واشتري بيتا صغيرا يفي بحاجتنا سبحان الله هذا ما كنت أود أن أقترحه عليك يا أهل المدينة يعلن الحج سعيد التاجر المعروف عن عرض بيته للبيع وللبيت حديقة كبيرة سبحان الله يا لها من مصادفة يا أهل المدينة انتظر يا حضرة المنادي نحن غرباء أين بيت الحاج سعيد عند ضفة النهر في آخر هذا الطريق سمعت يا أبي بيت يطل على النهر وبه حديقة كبيرة هذا ما كنا نبحث عنه المنزل فسيح ولكن الحديقة غير مثمرة هذا صحيح عملي وتجارتي لا يسمحان لي أن أعتني بالحديقة كما ينبغي ابني متعجب لماذا تريد أن تبيع هذا البيت؟ هل به عيب؟ شاهد البيت بنفسك يا سيد عامر ليس به أي عيب نريد أن نرى حجم هذه الغرفة أأم عذرة هذه غرفة ابنتي وهي بداخلها أبي قل للضيوف أن يتفضل ويعاين الغرفة لا داعي أبدا لا نريد أن نزعجك والآن نتحدث في موضوع البيت كم تريد ثمنا له؟ إنني أعرضه بألف درهم ما رأيك يا بني؟ إنه يساوي الألف وأكثر إذن قبلنا ولو أن الحديقة ستحتاج إلى مجهود كبير الحمد لله وجدنا هذا البيت الصغير بخمسمائة درهم فقط إنه بلا حديقة ولكنه مناسب على كل حال لسنا في حاجة إلى الحديقة يا أبي والأهم أنني رددت الدين الذي علي لصاحبه الحمد لله هذا أهم شيء بالفعل دعلي هذه المهمة يا أبي حسنا ولكن ترفق بنفسك الأرض تأخذ وقتنا في الإصلاح لماذا توقفت يا بني؟ شيء صلب تحت الفأس ربما حجر كبير لا يا أبي انظر كأنها جرة من الفخار إنها بالفعل جرة كبيرة ساعدني يا أبي إنها ثقيلة انظر يا أمجد الجرة مملوئة بقطاع الذهب كنت بأشد الحاجة إلى هذا المال فقد أنفقت كل ما أملك في شراء هذا البيت ولكن هذه الجرة ليست لنا كيف؟ إنها في أرضنا بل في أرض الحاج سعيد الذي باع لنا البيت ولعلها ورث عن أجداده أنت على حق يا بني هيا هيا لنعيدها إلى صاحبها للأسف الشديد خسرت كل ما أملك في التجارة الحمد لله على كل حال من يطرق الباب الآن؟ افتح يا حاج سعيد نحن من اشترينا منك بيتك القديم سأذهب إلى الداخل يا أبي أهلا بكم يا سادة تفضل معذرة جئناك في وقت متأخر وجدنا هذه الجرة من الذهب في حديقتك وهي بالتأكيد تخصك لا إنها ليست لي إذن لأحد من أجدادك فقد كانت مدفونة في حديقتك ولكن الحديقة لم تعد ملكي فقد بعتها لكما مع البيت بعت لنا البيت والحديقة بألف درهم وهذه الجرة تساوي مئة ألف درهم فكيف نستحلها؟ هذا نصيبك ولو كانت من نصيبي لعثرت عليها عندما أملك المكان اسمع يا سيد سعيد لن نستحل شيئا ليس من حقنا خذ وأنا لا أخذ شيئا أبدا بعد أن بعته خذ اسمع الكلام ولا تعاند يا سيدي أتقول إنني معاند؟ أتسمع قول أبيك يا أمجد؟ نعم وأراه على حق وأنت أيضا؟ إذن لنذهب إلى القاضي نذهب إلى القاضي لماذا لم تحاول يا أبي أن تحل المسألة دون اللجوء للقاضي؟ إنه متمسك برأيه فهل تقبل جرة من الذهب ليست لنا؟ معك حق ألم تجد طريقة لإقناعه؟ حاولت معه كثيرا دون فائدة السيد عامر والسيد سعيد أدخل إلى حضرة القاضي تفضل بالدخول يا سيد عامر لا يصح يا سيدي أنت من جئت أولا لكنك أكبر سنا وضيفنا لن أدخل إلا بعدك هيا حضرة القاضي ينتظر هذه أغرب قضية وردت علي طوال عملي بالقضاء لن أقبل مالا ليس من حقي وأنا كذلك هل لك أولاد يا سيد سعيد؟ لي فتاة واحدة تجلس هناك نعم رأيتها وأنت يا سيد عامر ليس عندي سوى هذا الولد أم جد هل أنت متزوج يا بني؟ لا يا سيدي ليس بعد هل تقبل أن تتزوج بتلك الفتاة؟ هذا شرف عظيم بالتأكيد أقبر وأنت هل تقبلينه زوجا لك؟ الرأي رأي أبي حسنا حلت القضية سيتزوج هذا الغلام الصالح بتلك الفتاة الصالحة وأنفق عليهما من المال وتصدق تحقق دعائي لك يا ابنتي بورك لكما في الزواج وفي الكنز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كان السامري رجلا بارعا في التأثير على الناس حسنا بكت إيزيس طويلا على زوجها الحبيب ثم جمعت أشلاءه أنا الذي سأحولك إلى أشلاء يا سامري سيد حليم هذه عاشر مرة أضبطك وأنت تلهو وتضيع الوقت تفضل يا سيد حليم وشاركني الطعام يجب أن تنتهي من صناعة التماثيل الناقصة قبل عيد جلوس الفرعون أتفهم؟ سينتهي كل شيء في حينه يا سيدي ثق بمساعدك الأمين انهض الآن إلى العمل ولا تضيع وقتك في الثرثرة صدقني ساعة الحظ لا تعوض اجلس يا سيدي اجلس وجرب هذا الطعام اللذيذ والتماثيل من يصنعها؟ لا تخف اجلس اجلس تفضل للطعام يا لك من مثال بارع وحكاء بارع أيضا وأسمع دبيب النملة وبصري أحد من عين الصقر كل هذه المواهب ولا حظ لي لا تبالغ في تقدير نفسك المهم أننا انتهينا من العمل قبل عيد جلوس الفرعون هل تظن أن الفرعون سيهتم بملاحظة تمثال؟ ماذا تقصد يا سامري؟ إنه مشغول بموسى ذلك الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل من ربه معك حق موسى هذا رجل خطير لو انتشرت دعوته سينتهي عملنا ونجوع ونتشرد ولكن موسى ينتسب إلينا إنه رجل من بني إسرائيل مثلي ومثلك أفهم من كلامك هذا أنك تؤمن به أنا لا أؤمن إلا بالمصلحة إن موسى رجل فقير يعمل بيده ولا يعطي أتباعه مالا أو نفوذا يحيرني أمر موسى كثيرا سأذهب لأنام الآن أحسنت صنعا يا سامري انظر إلى الأعلى هؤلاء هم السحرة الذين عاصوا الفرعون نعم أراهم بوضوح كأنما الفرعون يتواعد كل من يفكر في الخروج عن عبادته أرى أن الفرعون ينتهي يكاد يعلن هزيمته أمام موسى لا تغرك أجساد السحرة المعلقة إنها مثل زئير الأسد بعد أن يقع في شراك الصيادين لا أفهم منك شيئا لا يهم أن تفهم المهم أن نظهر بعض الولاء لموسى صدقني يا ميخة سيكون هو الرابح في صراعه مع الفرعون لازلت لا أفهم ما رأيك يا سيد حليم؟ رأيي أن موسى على الصواب وأنه نبي مرسل وما شاهدناه بأعيننا يؤكد ذلك لقد آمنت برب موسى وهارون وأنا مثلك سأعلن إيماني بموسى ولكن دون أن أجهر به فإذا ربح موسى ربحنا معه وإذا خسر تركناه يخسر وحده هيا أسرعا ليس هناك وقت النبي موسى ينتظرنا ألم يكن من الأفضل أن نبقى هنا؟ هل ستعودين للثرثرة؟ الفرعون يلاحق كل بني إسرائيل يا أمي يقتل الأطفال ويستحي النساء لا توجد أمامنا فرصة إلا نبي الله موسى قولي لها هيا يا سامري سنهلك أوشكت على الانتهاء يبقى فقط القدوم والمثقاب وبعض العجائن والأصباغ هل تتصور أنك ذاهب إلى عمل تمثال؟ نحن في طريقنا للهرب أسرع إذا هلكنا لن يضرنا ثقل الأدوات سيغير موسى رأيه عندما يصير ملكا وله عرش وصولجان سيحتاج لمن يصنع له تماثيل ويروي عنه الأساطير إذا أردت نصيحتي أخفي تلك الأدوات عن نبي الله موسى وأخيه هارون حسنا هيا هيا بنا لنلحقهم إلى أين سنذهب الآن؟ البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا أصمتي يا موتى حتى نسمع أوامر نبي الله موسى وفي تلك اللحظة أشار نبي الله موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر فانشق نصفين وكان كل نصف كالجبل العظيم وأمر قومه أن يعبروا البحر أوامر النبي واضحة أعبروا الماء من المكان الذي شقته العصى أسرعوا أصوات خيول الجنود تقترب النبي الكريم يأمركم أن تمروا بهدوء وأن تراعوا الضعفاء والعجائز والأطفال أسرع يا سامري إلى الماء إنني أحاول الإسراع ولكن الحمل فوق ظهري كبير ألقيه وأنجو بحياتك لا يمكن ماذا تقول يا رجل؟ ليس هذا وقت المجادلة سأنجو بنفسي آخر ما كنت أتخيل أن أسير وسط الماء لولا أنني أعيش هنا بنفسي ما كنت لأصدقه لقد أحسن باتباع النبي موسى أين السامري يا ميخة؟ سيلحق بنا هل تركته وحدة؟ لقد سبقته إلى نزول الماء فقط افسحوا الطريق للضعفاء ليساعدني أحد على حمل سرتي أنا أعينك يا سامري وأنا أيضا الحمد لله أنك نجوت من القوم الظالمين هل رأيت؟ هل رأيت الشعاع المضيء؟ عن أي شيء تتحدث؟ ألم تبصر معي الحصان القوي؟ حصان في الماء؟ أتقصد فرس النهر؟ يا لك من أحمق لن تفهم أبدا أنت تتحدث بالألغاز يا سامري يبدو أنني رأيت شيئا لم يره أحد غيري ومن الحكمة ألا أتحدث عنها سأعود لأتأكد مما يدور في عقلي تعود إلى البر؟ هل جننت؟ اذهب أنت ولا تشغل بالك بي سأكون خلفك بعد لحظة إنني متأكد مما رأيت يا له من كائن مدهش لم أستطع النظر إليه من شدة النور أيكون ملكا من الملائكة الكرام؟ ولم لا؟ كلما مر حصانه في مكان نبت منه الزرع ها هي قبضة مباركة سأحتفظ بها النجدة 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 بعدها عاد السامري منضما لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوما وما هدا أين كنت يا سامري؟ أقلقتنا عليك أنا بخير لم يحدث شيء هل غريق الجنود من خلفنا؟ نعم غريق الجميع فرعون وهامان وجنودهم الحمد لله رب موسى وهارون أن نجانا وجعلنا في طريق الحق أسرع يا رجال لنصل إلى صحراء سيناء توقفوا عن السير أمر نبي الله موسى بالراحة هنا اختيار رائع المكان هنا آمن انظروا هناك نار في أسفل جبل بالتأكد أشعلها شخص ما لنذهب ونستطيع الأمر أليس من الأدق؟ أن نسأل نبي الله موسى أولا؟ نسأله في ماذا؟ سنعرف مصدر النار ونخبره بما رأينا السامري على حق لن يغضب نبي الله من أمر كهذا انظروا إنهم يعبدون صنما نعم إلههم واضح أمام أعينهم ليت لنا آلهة مثله نعم آلهة نراها ونلمسها بأيدينا ونتأكد من وجودها سندعو النبي موسى أن يسمح لنا بعبادة هذا الإله أو يجعل لنا آلهة أخرى؟ لن يوافق أبدا على هذا الكلام الفارغ أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده وشق البحر من أجلكم؟ ولكننا يا أبي نتشوق إلى عبادة صنم مثل ما تعودنا آه إنني متعب للغاية متعب وضمآن وأنا أيضا أشعر بالضمأ والجوع ولكني للأسف أنهيت ما كان معي من ماء وطعام ولما خشي نبي الله موسى على قومه من الفتنة ومن الهلاك دعا ربه فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الأرض فانفجرت منها اثنتا عشرة عينا وعرفت كل قبيلة طريقا إلى الماء الحمد لله حل لنا النبي الكريم مشكلة الماء هل كان من الضروري أن يتركنا سيدنا موسى في هذا الوقت ويصعد إلى الجبل؟ أيتها الحمقاء إنه زاهب لميقات ربه وهذا أهم بكثير من شؤوننا التافهة وماذا نفعل إذا احتجنا أن نسأله في شيء؟ لقد ترك أخاه هارون وهو وزيره ونبي مثله ويعرف كل تعاليم الدين سامري أين أنت؟ لم أرك منذ وقت طويل ماذا تريدين يا ريمة؟ أهذه طريقة تخاطبني بها؟ أردت أن أطمئن عليك خاصة أنك لم تكن في وداع نبي الله وهو يصعد إلى الجبل هل صعد إلى الجبل؟ لماذا؟ ألا تعرف؟ ذهب لميقات ربه معنى هذا أن موسى ليس بيننا الآن نعم لكن إذا احتجت شيئا يمكنك أن تستشير أخاه هارون لست في حاجة إلى استشارة أحد يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى من؟ السامري؟ ألازلت مستيقظة؟ بل إنني نائم نم أنت أيضا كيف تحدثني وأنت نائم؟ إلى أين تذهب؟ سأستنشق بعض الهواء النقي لا يا سامري أنت تكذب علي ليس التنزه هو مقصدك وما هو مقصدي إذن؟ أنت قلق على نبي الله موسى لأنه تأخر في الجبل فوق الثلاثين ليلة نعم نعم هو ذلك هو ذلك قل لي يا ميخة أين الفأس؟ بجانب الخيمة؟ الآن جاء دور القبضة المباركة من أثر الملك الكريم سأصنع شيئا ليس له مثيل في الدنيا بأسرها سامري أين كنت؟ أنا كنت أبحث عنكم إلى أين تذهبان؟ إلى اليوم سنحاول أن نصيد شيئا من الأسماك لنتغذى بها عظيم ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟ لقد تأخر بالفعل ولكنه مع ربه أشك في ذلك لو أنه قابل ربه لما غاب كل ذلك الوقت أخشى أن يتوه بين الجبال أو يحدث له مكروه لا تخشى عليه شيئا إنه نبي الله ثم إنه قوي البنية عظيم الحكمة ولكن هذا لا يمنعنا من السؤال عنه ولو حتى عند أول الجبل السامري معه حق هذا واجبنا انظروا ما هذا؟ سمعت صوتا كأنما عجل يخور العجل هناك عند الجبل تأدبوا في حديثكم عن الإله واسجدوا له انصري يا مرسى إنه يشع نورا ويخور أيضا أخيرا أصبح لنا إله نسمعه ونراه ولكن الله الواحد الأحد لا يتجسد وقد ذهب إليه رسوله موسى كم هو جميل اخشعوا أمام ربكم وقفوا له ساجدين هل أنت رب موسى وهارون؟ أجبني أيها التمثال الذهبي لماذا لا ينطق؟ استغفر الله يا رجل وتأدب استمروا في السجود وادعوا في ضراعة وخشوع أنت تخدع الناس يا سامري ألم تسمع الصوت؟ من أين جاء هذا الصوت؟ لا أدري ومن أين جاء التمثال الذهبي؟ لا أدري أيضا ولا زلت تعاند وتكابر لا أصدق أن هذا التمثال هو رب موسى وهارون كفر من قبلك فرعون وهامان وعاقبهما الرب بالغرق أنت تسير الفتنة يا سامري إذن تركنا ولا تفسد عبادتنا هيا أنت مغضوب عليك إنني أحذركما لقد أبلغت نبي الله هارون بما حدث ماذا قلت له؟ قلت له إن القوم يعبدون عجلا من الذهب لا أدري من أين جاءوا به وماذا كان جوابه؟ قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري لكن أغلب الناس لم يعبأوا بصرختي ولا سمعوا تحذيراته المتكررة وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري لماذا لا يخور الإله ويمنحنا البركة؟ الهواء لا يتحرك ماذا؟ أقصد بعبارتي أنكم لا تتغيرون تمتلئ قلوبكم بالذنوب والأحقاد مثل الهواء الساكن الذي لا تطهره رياح المحبة والتسامح كلامك جميل رغم أن لي لا أفهم شيئا انهضوا انهضوا وحركوا الهواء بعبادتكم حتى يرضى عنكم الإله أبيس صدقت يا كبير الكهنة يا قوم توقفوا عن هذا العبث ماذا تقول يا رجل؟ لقد عاد نبي الله موسى من الجبل عاد؟ ماذا؟ متى؟ عاد منذ قليل وأخبره أخوه بما يجري من عبادة العجل فغضب أشد الغضب فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا لهم خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا كيف عرفت أنه غاضب ألقى ألواحا كانت في يده وأخذ برأس أخيه ولحيته يلومه ويعنفه على صمته وماذا قال له هارون قال له النبي هارون يا أخي لا تجذب رأسي ولحيتي إني خشيت أن تظن أنني فرقت بين بني إسرائيل ولم أنفذ وصيتك يا قوم إن نبي الله موسى قادم إلى هنا عظيم عظيم مدام نبي الله موسى قادما فلستم بحاجة إلى خدماتي إلى أين تذهب يا سامري تذكرت موعدا مع صديق فوق هذا الجبل لا يوجد فوق الجبل إلا أمثالك من الذئاب والعقارب والثعابين انتظر حتى يحكم نبي الله في أمرك ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وجرت محاكمة السامري وأخذ حقه في الدفاع عن نفسه عندما سأله النبي الكريم فما خطبك يا سامري سأحكي كل شيء لقد بصرت بما لم يبصروا به كان الملك الجليل جبريل بيننا فقبضت قبضة من أثر مكان سيره واستخدمتها في صناعة التمثال لماذا فعلت ذلك؟ هكذا سولت إلي نفسي انتظر هنا حتى يصدر نبي الله حكمه عليك لو أمر بقتلك ألف مرة لكان هذا أقل من جريمتك ألم تكن تعبد العجل مثلي؟ أنت الذي ضللتنا وكنا لك تبعا صمتا إن النبي سينطق بالحكم قال موسى عليه السلام اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه لا يحدثه أحد ولا يمسه مخلوق هذا أمر نبي الله يتركوه وحده حتى يموت بعد أن أصدر موسى عليه السلام حكمه على مدبر الفتنة حكم على أداة الفتنة بالنسف أمر أن يحطم العجل ويحرق وتلقى بقاياه في اليم هذا يكفي هيا باعوا هذه الأجزاع في النار القارب معد لنقل الذهب المسحول إلى الماء ميخا باجرما انظر إلي إنني صديقكم السامري كأنك لم تسمع شيئا بالطبع لست مجنونا لأعرض نفسي للعقاب لماذا لا يجيبني أحد إنني إنسان مثلكما وأشعر بالبرد وبالجوع ولا يمكنني أن أفعل كل شيئا بمفردي سأهلك بهذه الطريقة انضي سريعا دون أن تنظر إلي بكل تأكيد لم أكن أعلم أن هذه العقوبة أشد من الموت تصورت في البداية أنني نجوت من العقاب وتركت إلى حال سبيلي لكنني أتعذب من الوحدة والفراغ وعما قليل سيصيبني الجنون من كان يظن أن هذا المكان البغيض الذي كان فيه العجل الذهبي سيصير حديقة مثمرة في رأيي يا أبي لا يوجد مكان بغيض وخير ما فعلناه أننا زرعنا تلك الأرض بالخير ليسامحنا الله على تقصيرنا وضلالنا وليجزي من كان السبب فيه صحيح ألا تلاحظون غيابه نعم نلاحظ منذ أسابيع لم نره بيننا ولا يدور كالمجانين يتسول الطعام ترى هل مات أم ما زال حيا هذا أمر لا يعنين لقد حكم الله عليه ولا راد لقضاء الله دعوكم من هذه السيرة المقبضة لننسى أمره تماماً ونحتفل بإسمار الزرع ونقتسمه بيننا لا تنسوا نصيب الفقراء والمساكين سيأكلون قبل أن تمتد أيادينا إلى ثمرة واحدة أشعر بألم شديد في رأسي يبدو أنني محموم ماذا أفعل؟ عندما أشفى سأغوص في البحر وأستخرج الذهب المصهور وأعيد صناعة العجل لا أقوى على الحركة لا أقوى على الحركة ولا ولا الكلام قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إله كو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما اشتركوا في القناة ها لننجم أمل لي فوجرًا